اشتركوا في القناة ما حدث في افغانستان من تفجيرات وما نشب عنه من صراعات مبكرة على ارض افغانستان وتابعنا ايضا اخبار الانقسام الذي بدأ يبدو من بعيد ما بين ابناء حركة طالبان فيما بينهم وكان لنا الصبق في هذا الكلام وقلنا في حلقات سابقة عندما تكلمنا عن حركة طالبان قلنا ان حركة طالبان منقسمة فكريا وطلع ناس من اللهم يعني بعيد عن تصور الاحداث الصحيح وقالوا لا هذا هم على قلب رجل واحد واسبتت الايام ولسه كمان الفترة القادمة هنتأكد من صدق المعلومة دية ان حركة طالبان منقسمين فكريا فمنهم فريق هواء يميل ناحية السنة وفريق اخر هواء يميل الى ناحية الشيعة فهل لهذا الامر صلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عن الرايات السود وبين انها رايات وليست راية واحدة احنا شايفين التقارب ما بين طالبان وما بين ايران اللي فتح مجال كبير جدا للتكهنات فيما بين الناس هي طالبان سنة ولا شيعة والجواب ان سؤالك غلط حركة طالبان تضم ابناء من الصحوة الاسلامية وهم كلهم اجتمعوا على هدف واحد وتحرير بلدهم وعودة طالبان من جديد الى الحكم هم وصلوا الى هدفهم وصلوا للهدف بتاعهم ولكن هيظهر في الفترة القادمة بعد ما وصلوا للهدف بتاعهم انهم كانوا منقسمين فكريا منذ زمن طويل ومنذ فترة طويلة وكان اللي بيجمعهم فكرة تحرير افغانستان وقد حدث تفجيرات التي حدثت ايضا واعلن تنظيم داعش المسئولية عنها وتنظيم داعش طلع وقال ان حركة طالبان دول مرتدين وبيكفر حركة طالبان وبدأ الصراع فيما بينهم فهل يا ترى هذا هو الاختلاف ما بين الرايات السودة التي اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتيجة تتبع وتتأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابناء خليفة ثم لا يصير لواحد منهم اللي هو سبب القتال ثم تطلع تطلع الرايات السود فيقتلونكم قتلا لم يرى مثله فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن صيغة جمع ثم تطلع الرايات السود فهل حركة طالبان بدأ الخلاف ينشب بينهم وبين بعض ولكن ما زال عندهم الهدف اللي هو اقامة دولة اسلامية او نظام يحاكي نظام الخلافة الاسلامية متعددة الاوجه ومتعددة الاراء هل الرايات السود التي اخبر الرسول عنها عليه الصلاة والسلام ان هي هتخش مكة وهتحصر مجزرة وزبح لكثير من اهل مكة ولا حول ولا قوة الا بالله هل ده لسبب الاختلاف الفقهي او الاختلاف العقائدي فيما بينهم هل الرايات السود كل دي اسئلة هل اسئلة كل الاسئلة دية الاجابة بتاعتها في الفترة القادمة تخرج الرايات السود وممكن ايران يبقى لها دور في الموضوع لان طبعا ايران تتحرك من منطلق عقيدة لانهما شيعة مش بيتحركوا من منطلق سياسة يعني في الاجمال اللي احنا نقدر نقوله ان الاحداث بدأت رويدا رويدا تتكشف وبدأت شخصيات كانت نقصة ظهورها في مصرح الاحداث بدأت ان هي تظهر زي مثلا الرايات السود بدأت بقوة الايدي تشير الى ان الرايات السود هم حركة طالبان وطبعا الناس اللي هم السنة والشيعة اما بيسمعوا ان حركة طالبان هم الرايات السود بييجي في ذهنهم ان الرايات السود كلها رايات خير ويبدو من ظاهر الحديث لان معنى الحديث غامض معنى الحديث غامض ما تقدرش من الحديث ان انت تحدد هل الرايات السود كلها رايات خير ام رايات شر مش هيبقى قتل بسبب ظالم ومظلوم واقامة عدل وصعب جدا ان الامام المهدي اللي هو جاي عشان خاطر يصلح ما افسده الناس ان هو يستمر على نهج الظالمين وانصاره يعملوا مذابح فواضح ان الرايات السود ديت رايات فيها خير ورايات فيها شر وهذا ما نرى لان داعش اصلا اللي يرجع للتاريخ في بداية 2004-2005 ان تنظيم داعش كان جزء من حركة طالبان حتى على الاقل من الناحية الفكرية وبعد كده انفصلوا عنهم وبدأوا الشغل بتاعهم كله التفجيرات من باكستان اللي يتابع الموضوع دوت ففي الحقيقة احنا حسين ان الامور بتقترب اكثر واكثر ولا يتبقى الا ظهور المهدي انصار المهدي على اختلاف افكارهم واضح ان هم بدأوا ايضا يظهروا على السطح احنا ان شاء الله الفترة القادمة هنحاول نركز في كلامنا على ابطال هذه الاحداث اللي هما انصار المهدي الاحتمالات كبيرة بتقول ان هما ممكن يكونوا طالبان ونركز على العلماء السبعة اللي هما على وشك ان يظهروا ونخصص حلقات عن العلماء السبعة لان العلماء السبعة بها يظهروا في وسط هذه الاجواء ايه هي الاجواء دي الاجواء اللي بتقول فين اهل العلم الناس بتنادي بتقول فين اهل العلم فين اهل العلم في السعودية فين اهل العلم في سوريا بيسألوا فين اهل العلم هذه هي اجواء خروج العلماء السبعة لأن العلماء السبعة هيخرجوا في أجواء ملبدة بالفتن والناس كلها في حاجة إلى أهل العلم وأهل العلم هم المنارة دائما هم اللي بينوروا للناس الطريق فهل في هذا التوقيت هنتفاجئ أن العلماء السبعة أيضا بدأت الأحداث تتحرك من حيث لا نحتسب زي ما ظهرت الريات السود إن جاز إن طالبان هم الريات السود على فجأة بدأنا نقول ممكن تكون طالبان الريات السود ممكن الأحداث الفترة القادمة يصفر عنها إن إحنا نلاقي حد من نشير إليه ونقول إن ده ممكن يكون من العلماء السبعة وبقول دايما إن أحداث آخر الزمان أو مقدمات ظهور الإمام المهدي متوازية في كل الدول الإسلامية يعني مش هتلاقي أحداث بتحصل في السعودية وبعد كده في مصر وبعد كده في سوريا هتلاقي الأحداث متوازية فانتبه لخطورة هذا التقسيم أحداث آخر الزمان مش هتيجي ورا بعض في كل دولة هتيجي في وقت واحد وما يحدث الآن على أرض سوريا ليس ببعيد عنه إن اتضح بوضوح جدا جدا إن الحرب في أرض سوريا ليس لها صلة بالسياسة دي كلها حروب عقائدية وإحنا نحاول إن احنا نخصص حلقة كاملة عن أرض الملاحم أرض سوريا بإذن الله ويعني دي كانت إطلالة سريعة حبيت أتكلم عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم وغدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة بإذن الله لا تنسوا تسجيل الإعجاب والاشتراك في هذه القناة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته